وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيد من التكامل غير المسبوك في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتحقق الأمن والازدهار والتنمية الاقتصادية في المنطقة وقال سموه إن هذه الاتفاقية تمثل إعلانا مشتركا يعبر بشكل واضح عن نيتنا في المضي قدما معا نحو مستقبل يرتكز على قيمنا المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود في الشرق الأوسط للأجيال القادمة مضيفا سموه أن الاتفاقية الثنائية تمثل أساسا ومنطلقا للتعاون بين مجموعة أوسع من الدول التي تشترك في المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة فيما يتعلق بالدبلوماسية والأمن والاندماج الاقتصادي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم معالي السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحضور سمو الفريق الروكن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيدة نور بن تعليل خليف وزيرة التنمية المستدامة وعدد من كبار المسؤولين حيث بحث سموه مسارات العلاقات الممتدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية القائمة على القيم المشتركة وأوجه تطويرها لدعم الشراكة الاستراتيجية التاريخية في إطار ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة على كافة الأصعدة منوها بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز دعائم الأمن ومساعي الاستقرار في المنطقة والعالم بما يسهم في دعم مسارات التنمية في مختلف المجالات وأكد سموه على همية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بما يصب في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو مستويات أكثر تطورا على كافة الأصعدة لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد على الدوام نموا في شتى المجالات بما يحقق الأهداف المنشودة ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة ونوه سموه بأهمية هذه الاتفاقية الثنائية مشيرا إلى أن العالم يواجه عددا من الاختيارات والتحديات إما ازدياد التسلط أو دعم الحريات والمسؤوليات الفردية وكان النظام الدولي الذي تجلى في أوائل القرن التاسع عشر قائم على قواعد أساسها حرية التجارة وحركة الأفكار والأشخاص في جميع أنحاء العالم والجميع ما زال مستفيدا من ذلك وأضاف سموه أنه من خلال الاتفاقية سيكون التركيز ليس فقط على الأمن والدفاع والذي يمثل ضرورة قصوى ولكن أيضا سيتم التركيز على الاقتصاد وعلى التنمية البشرية وعلى التكنولوجيا وهي اتفاقية مفتوحة تمثل فرصة وأساسا لبنية عالمية جديدة وجرى خلال اللقاء استعراض زيادة أفاق مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أشار معالي السيد أنتوني بلينكين وأزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى أن الاتفاقية الشابلة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعميق التعاون الثنائي بثلاث طرق مهمة للغاية الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعي حيث تستضيف مملكة البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ونحن نقف جنبا إلى جنب في تأمين ممرات الشحن الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي بأكمله كما ستعزز هذه الاتفاقية التنسيق بين قواتنا المسلحة والأمنية والثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فمنذ عام 2006 تضاعفت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا بأكثر من ثلاثة أضعاف في التجارة والاستثمار لتصل إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا واتفاق اليوم يبني على هذا وذلك من خلال تحديد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص وشركائنا في الولايات المتحدة أما الثالثة أن الاتفاقية تعمل أيضا على تعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين الصديقين ونحن نتعاون بالفعل في مجالات مثل الأمن الصحي والرقمي ترجمة نانسي قنقر